أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تنطاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا نجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافل عما يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعده بتابع قبلت بعث ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل مجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للمسجد الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وأخشعني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أغسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أنقلكم واشكروني ولا تغفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أخياء ولكن لا تشعجون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصعزين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَبْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهِ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْغُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا مُلَالِ النَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِمُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الْوَعِي وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبف فيها من كل داب وما تصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحبونهم كحب بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقنون شيئا ولا يهدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سنروا بكم العين فهم لا يعقنون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اهضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتعون به ثمنا قليلا أولئك ما يأفرون في بطونهم إلا النار ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصغرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذا من قربا واليتاما والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقلون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالقر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفي له من خير أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حفر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلنه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرا له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ودينات من الهدى والفوقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما مداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخضرون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هم وأنتم عاكثون وأنتم عاكثون في المساجن تلك عدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتكون اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة